في التور اليوم التسع في رمضان وصفات سهلة و سريعة و ديدة بسف كيف تعودوا دائما سوف نجد اليوم الشربة عجينة واحدة سوف نخرج منها فطائر ملحة و فطائر حلوة عصير تحلية و تنجين خفيف ضريف العشاق ديال التغمس تبعوا معي الطريقة و لا تنسوا ان يشمل لايكاتكم و تشجاعتكم و لا تنسوا ان تضموا الحساب عنوى الحدقة كي سوف تصلوا بالجديد و نبدأوا على بركتي الله سوف نبدأوا بالعجينة فطائر الملحة و الحلوة تحتاجة 4 كؤوس الابيض اللي يكون مغربة من قبل يعني دقيق الفرس مع القاية كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز مع القاية كبيرة ديال السكر و شوية ديال الملحة كن نضيف كاس ديال الحليب اللي يكون دافئ واحد شوية و نكمل جميع ديال العجينة ديال لي بالماء العجينة كيف ماشو معي ما كان قص حاش بزاف كان ديناء بالزيت بعد ما كان جمعها ما كان دلك هاش واحد المدة طويلة غير كي نساجموا لي المكونات صافي و كتكون واجدة اغطيتها بالبلاستيك الغذائي ونجعلها كتختامر حتى يضعف الحجم ندوزه لكريم باتيسيارة نحتاج معلقة كبيرة ونصف السكر معلقة كبيرة مملوئة جيدا دين شاء او الميزينة اضفت ايضا صفر البيضاء وكيس السكر بالفاني ونضيف ربع ليلتر الحليب غير بالتدريج اضفت شوية ونضيف الكيمياء اللي بقيت لي ونضيف فوق النار كنخليه كيغلي مع التحريك المستمر حتى كتعقاد لي الكريم ديالي وكنديرها كف واحد زلافة كنغطيها بالبلاستيك الغذائي يكون ملامس للوجه ديال الكريمة وكنحطها في تلاجة باش تبرد كنرجع للعجينة ديالي بعد ما اختامرت وضعف الحجم ديالي كنفرغها من الهواء سطح العمل ضروري كيكون مرشوش بشوية ديال التقيق وكنقسم العجين ديالي على جوج لانها النصف الاول غدي نديروهم مملاحات ونصف الثاني غدي نديروهم حلوين سافي من بعد كنبسط العجين ديالي كنحاول ان البسطها تكون رقيقة خصوصا من الجوانب كنجيب هكا سلصة طماطم جاهزة او لك تحضروها عندما ضدار كنديرها في الواسط اللي كم توفر عندي استعملتو حشوة بسيطة ولكن جيت لديدة بزيف قدرت شوية ديال الطون وشوية ديال الزيتون اسود وغدي نضيف الشيشة ديال الجبن فقط تقدروا تضيفو البصلة الفلفلات تشحروهم وتضيفوهم تقدروا اي حشوة ديال الدجاج يعني اللي كان متوفر عندكم ديرو هني اخديت الفطائر ديالي بعد ما درت الجبن والزيتون سديتهم بهذا الشكل هذا اللي شفتوا معي ومن بعد كان قطعوهم الاشكال المتلاتات سوف هنا كان هزوم هاد الشكل هاد وكنديرون فلاطة اللي غدي تدخل الفران كان ارجع للقطع التانية اللي بقتلية ديال العجين بسطها بنفس طريقة كاندير هادك الكرام باتيسير اللي قصحت في طلاجة ومن بعد كتطربوها بطراب ريادوي حتى كتعود يعني تسطلق درت ايضا محضر شيشة ديال الشوكولات ومن بعد حتى هما كان طويل الفطائر ديالي وكان قطعوهم على شكل متلاتات يعني نفس الطريقة اللي درتها لهذا الفطائر الحلوين هي لديتها الفطائر المالحين كان دهنهم من الوجه ديالهم بالصفر ديال البيض مع قطرات ديال الخل غدي نزينهم بنسبة المملاحات كان زينهم بودور الخشخش او البافو والفطائر الحلوة كان زينهم باللوز ايفيلي سوف ندخلهم الفران وكان خليهم كيطيبوا الفران كيكون سخون على اعلى درجة ولكن فاش ندخل الفطائر ديالي كان نقصو 180 نار من الاعلى ومن الاسفل ندوز نحضر الشوربة احتاجت مع القاة صغيرة ديال الزبدة شوية ديال الزيت واحد لبصيلة نغطي لها نخلي على نار اللي كتكون مرتفعة حتى كالدبال وكتبدأ كالتحمر بهذا الشكل هذا سوف نضيف حبة ديال البطاطر اللي الحجم ديال صغير قطعتها قطاع صغيرة حبة ديال الجزر واحد شوية ديال الشفلور اللي غسلته مزيان وقطعته قطاع صغيرة غدغوية الشفلور في الشوربة راكي يجي خاطر هاد الشوربة كتجي لديدة بزاف غير جربوها اضفت شوية ديال الملحة شوية ديال البزار شوية ديال سكنجي بيرت حميرا والخرقوم كان نمزج هاد المكونات وكان لبسون بذوق التوابل ومن بعد كان نضيف واحد لتر ونصف ديال الماء وكان خلي المكونات ديالي كالطيب تماما سافي غدي نغطي على الطنجرة ديالي وغدي نخلي متقربا كي ياخدوا ما بين 15 دقيقة و 20 دقيقة بعد ما كي طيبو كان نضحن هاد المكونات انا ما غدي نضيف لها لا فرماج ولا كريمة ديال الطبخ انتوما لا تضيفوا الفرماج او الكريمة ديال الطبخ كانوا متوفرين عندكم فاضيفوهم انا خليتها شوربة ديال الخضر بنينة وصحية سافي هنا غدي نخلي غير كي تبدأ كتغلي وكنتفع لها البنات اللي بكي بغو شوية تكون هكا عاقدة فخليوها تغلي بزاف باش هكا تعقد لكم الشوربة ديالكم انا خليتها شوية خفيفة ندوزو نحضروا للطاجين حتى جيت شوية ديال سيت حبة ديال بصله وحبة ديال ما طيشة غطت عليهم خليتهم حتى دبالو من بعد ضفت عليهم واحد المعلقة صغيرة ديال ما طيشت الحك مع شوية ديال الماء والتوابل مع فشد اللقطات دياليش ما تصورتش لي ولكن مشي مشكل ضفت شوية ديال الملحة شوية ديال البزار لاخرقهم سكين جبير والتحمارة سوف يمزج المكونات مزيان مع بعضياتهم ودرت حبة ديال البطاطا الحجم ديال المتوسط قطعة قطعة صغيرة هنا بالنسبة للبطاطا كدروا لها المل كافي باش كطيب تماما شوفوا معي هنا يرى البطاطا دياليك تكون طابت ولكن راني رجعت حليت على الطاجين وضفت شوية ديال الماء يعني ما تخليوش طاجين ديالكم ينشف والبطاطا بقا قاسحة يلا بل يكون بانا خصو الماء فزيدوه الماء وخليوش طيب تماما من بعد كنضيف شوية ديال ربع قصبور ومدنوس وغادي نضيف البيض سافي هنا يكدروا البيض على حسب عدد افراد العائلة انا قدرت غير جوج حبة ديال البيض واحدة رشيشة ديال الجبن من الفوق يغير التزيين تقدروا تستغنى ولا وتكتافي وغير بالبيض كنضيف ايضا شوية ديال ربع هكامل الفوق سافي في المرحلة كنكون تفيت النار وخال البيض بقي ما طابش ولكن كنكون تفيت النار وخليت يعني ذاك البيض كيطيب هيرف السهد ديال الفران فقط راكافي كيطيب وكيجي طاجين رائع بزاف ندوز نحضر التحليه فاحد الكاسرون هذا الجوج معلقة كبار ديال السكر معلقة كبيرة مملوقة جيدة ونصف ديال النشا وغادي نضيف ايضا الحليب بالتدريج غادي نحتاج في المجموع جوج كؤوس ديال الحليب سافي كان حتى فوق من النار مع التحريك المستمر حتى كتعقاد ومن بعد غادي نضيف القهوة انا مكنش عندي قهوة سريعة الدوابن فقدرت شوية ديال القهوة المعصرة كنضيف ايضا خمسين جرام ديال شوكولاتة البيضاء وكان مزج هاد مكونات دو مزيان مزيان كاتجي في هذا كل مدق ديال القهوة هي سلام يلك تم توفر على قهوة سريعة دوابن فقدروا غير معلقة صغيرة خديتنا اي نوع ديال بيسكويت كان متوفر عندكم انا خديتها داولي كان متوفر عندي كنضيرها كفر كووس ومن بعد كنضيف فوق منه الكريمة ديالي قد ندخلهم تلاجة ونضيفوا الطبقة الثانية حتى جيت نصف كاس ديال الحليب كان نضيف لي خمسين جرام ديال شوكولاتة مع واحد الملعقة يعني صغيرة مملوقة جيدا ديال شوكولاتة الخاصة بالدهن الحليب كان عندي سخون مزيان باش هكا كيدو بليدك شكلات الى ما دابش لكم شكلات بذيك الحرارة ديال الحليب فحطون فوق من النار غير يضب شكلات صافي وكدفو ديك السلصة على التحليه ديالكم وتردوها التلاجة نضيفو العصار عصار ساهل وسريع ودائما مركز الحامض هو المسانيد الرسمي ديالي فهذا رمضان هذا ضفت تقريبا ثلاثة المعلقة كبار ديال مركز الحامض لي كي تكون من العصار ديال الحامض والسكر يعني ما غديش نضيف السكر من بعد كنضيف ايضا واحد نصف سحبة ديال الافوكا وكنضيف الماء وكنطحن هاد المكونات وكنكمل القرعة ديالي كنعمرها بالماء صافي كان مزج مزيان وكنحطو حتى وفتلاجة والعصار ديالي واجد ساهل وبسيط وسريع وما فيش مجهود نهائيا إلا بيتوا الوصفة ديال مركز الحامض رغى تلقاوها في الفيديوهات السابقة بالنسبة للبنات اللي ما بغوش يحضروا مركز الحامض فغدي تاخدوا جوج حبات ديال الحامض كتحيدو لهم القشرة البيضة ديالي ممكن تنقيهم مزيان مزيان والعضاء ما تحتهما كتحيدوهم وسكتضيفو يعني الكمية اللي بغيتو ديال السكر لان مركز الحامض في الحامض وفي السكر سوف هنا بعدما سالة الفطور ديالي كنقدمو بهذا الشكل هادا التحليه كتجي لديدة بزاف ومشكلتها ما غديش شبعو منها نهائيا راكم عارفوا لما دا قد جال القهوة مع الشكلات كيفاش كيجي غغزال بزاف العصر ديالي ايضا كيجي ناعي مخاطر والديد بزاف المملحات الفطائر العيني الملحة والحلوة كيجيو حتى هما غزال والداجين بزاف والطواجين ديالي والشربة حتى هي زينتها بشوية ديال جبن وقدمتها بصحة وراحة وإلى اللقاء